السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحارث بن عوف ومعه هرم بن سناهما من بني مرى من بني غطفان وغطفان فيها فروع منها عبس و ذبيان هذان الرجلان أوقفا حربا دامت عقودا بين بني عبس و بني ذبيان إذ سعيا إلى الصلح بين القوم وتحملا ديات القتلى من الطرفين حتى بلغت الديات أكثر من ثلاثة آلاف بعير و قد صار هذان الرجلان رمزا من رموز الإصلاح بين الناس رمزا من رموز السلام حتى كتب الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى و هو من حكماء العرب معلقته التي جاء فيها على مدح هذين الرجلين و كان مما قال يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل و مبرمي تداركتما عبس و ذبيان بعدما تفانوا و دقوا بينهم عطر من شمي و قد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال و معروف من الأمر نسلمي فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق و مأثمي عظيمين في عليا معد و غيرها و من يستبح كنزا من المجد يعظمي و ما الحرب إلا ما علمتم و ذقتموا و ما هو عنها بالحديث المرجمي متى تبعثوها تبعثوها ذميمة و تضرأ إذا ضريتموها فتضرمي رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته و من تخطئ يعمر فيهرمي و هكذا دخل هذان الرجلان التاريخ بفضل عظيم فعلهما و كيف أوقفا الدماء و أصلحا بين الناس و عم السلام بعد حرب طويلة لم تبقي و لم تذر كان ذلك في الجاهلية فكيف هي الحال في الإسلام الله تعالى يقول في كتابه العزيز لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس و من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله تعالى يخبر أن ثمة استثناء في نجوى القوم فيه خير و هو الصدقة و المعروف و الإصلاح بين الناس و الله تعالى يقول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم و المعنى أن تصلحوا ما بينكم من التقاطع و التدابر بالتواصل بالعفو و حسن الخلق في الحديث الشريف ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام و الصلاة و الصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة في هذا الحديث يقول النبي الكريم صلى الله عليه و سلم لأصحابه رضي الله عنهم هل أخبركم بعمل أفضل من درجة الصيام و الصلاة و الصدقة قال الصحابة بلى وهم متلهفون ليسمعوا قال صلى الله عليه و سلم إصلاح ذات البين أي السعي في إصلاح العلاقات بين الناس و رفع ما بينهم من خصومات و دفعهم إلى الألفة و المحبة أنا أقرأ تماما ما قاله شراح الحديث لا توجد إضافة واحدة على ما سمعتم السعي في إصلاح العلاقات بين الناس و رفع ما بينهم من خصومات و دفعهم إلى الألفة و المحبة و ذلك بتوجيه النبي الكريم في الحديث الصحيح المسند الذي يجب أن نتوقف عنده حقيقة الإصلاح بين الناس أعظم درجة من الصلاة و الصيام و الصدقة فما بالنا اليوم نفسد بين الناس و نفكك العلاقات و نجزئ المجتمع المجزأ أصلا و نلعب دورا لا يرضاه الله و لا رسوله و لا ترضاه القيم و لا يرضاه القانون ثم قال صلى الله عليه و سلم و فساد ذات البين أي إن إفساد ذات البين و ترك السعي في الإصلاح يؤدي إلى الحالقة أي القاطعة و المنهية التي تأتي على كل شيء و تحلقه و تقطعه من جذوره سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا لأنها تؤدي إلى التشاح بين الناس و التهاجر و ربما التقاتل و هذا غير ما فيها من الأثر القلبي السيء على الإنسان فيفسد القلب و تصبح هناك شحناء بين الإخوان فلا يكون للدين و العبادات أثر ظاهر في نفسه أو في مجتمعه و يفهم من الحديث أن البناء المجتمعي هو غاية منشودة بحد ذاتها و أن تفكك الأواصر المجتمعية بين الخلق مما ينذر بما هو خطير جدا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم و اتقوا الله لعلكم ترحمون و الإصلاح هنا يكون بين المتنازعين المتخاصمين المتقاطعين لعلة أو لعلل إن هذه النصوص القرآنية و النبوية توجه توجيها مباشرا إلى حفظ المجتمع و تولي ذلك أهمية عظيمة حتى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقوم بذلك بنفسه و هو الذي يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا و فيه إجازة لمن يقوم بدور وسيط الإصلاح بين فئتين أن يضيف من عنده أو أن يحذف إذا كانت الغاية تحقيق الصلح و عودة الاستقرار ما حال واقعنا اليوم أمام هذه التوجيهات؟ الله تعالى يقول و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما واقع الحال مع الأسف هو الدفع باتجاه مزيد من الاقتتال و سفك الدماء و هتك الكرامات ليس هذا على صعيد الجماعات فحسب بل هو على صعيد الأفراد أيضا يتناقل القوم ما بين فلان و فلان و كأنهم يتحدثون عن قوم لا ينتمون إلى مجتمعهم إلا من رحم ربي من النادر اليوم أن نجد من يلعب دور الإصلاح بين الناس بين الأصدقاء أو على مستوى أكبر بين الجماعات البشرية من النادر لكنه مشهد ليس مستحيلا و لا غائبا بالمعنى الحقيقي سوى أنه يحتاج إلى مزيد من التفعيل و التعبئة ثبات المجتمعات و استقرارها شكل من أشكال التطور الطبيعي للحضارة الإنسانية و العلاقات بين الأفراد أو بين الجماعات هي أساس ذلك التطور المنشود و حين يحدث الخلل لا بد من التدخل المباشر و المجتمع الذي يحصن نفسه بجهاز مناعة قوي يقوم على حماية العلاقات بين الأفراد و الجماعات هو مجتمع يتجه بثبات نحو مزيد من الاستقرار و البناء إصلاح ذات البين يقتضي قتل النميمة إصلاح ذات البين يستوجب موت الغيبة إصلاح ذات البين يشترط وجود العقلاء و الفهماء بين الناس و لذلك دوما متى رأينا مجتمعا يقدم أهل الحكمة و العقل و التجربة فهو على الطريق الصحيحة و متى علت في البيئة المجتمعية أصوات بنقيض ذلك فهذا يعني ما تعرفون من ازدياد الفوضى و التخاصم و التناخر الإصلاح بين الناس تقع ثماره على ضفتين في دنيا المرء و في آخرته و لذلك ينبغي أن يكون مطلبا في زمننا هذا و المصلح قد ينطلق من الموقع الاجتماعي و هذا توظيف جيد لمكانة فلان بين قومه و قد ينطلق المصلح بسبب موقعه العلمي كأن يكون عالما له حضوره في المحافل العلمية و قد يكون المصلح منطلقا من موقعه الإداري أو بعض المسئوليات الملقاة عليه و قد يكون المصلح من عامة الناس فهذا المجتمع شأنه شأن الجميع و لا يختص به أحد دون أحد و الغيرة على علاقاته و نشاط أفراده فيما بينهم واحدة من مسئوليات الأفراد لا بد من الحفاظ عليها و هنا يتنبه المجتمع إلى من يلعب الدورة الطيب في إصلاح شأنه و بالمقابل إلى من يحاول تأجيج الفتنة هنا أو التنازع هناك أو التخاصم بين هذا و ذاك فيما يعرف بالتحريش أي إقاع الخصومات و الشحناء و إن أصعب ما يمكن أن يواجه المجتمع هو أن يقع التحريش بين أفراد الأسرة الواحدة بين الزوج و الزوجة مثلا لأن هدم قوام هذه النواة المجتمعية هو مقدم يسير لقتل المجتمع كله في الحديث الشريف ليس منا من خبب امرأة على زوجها هذا حديث يهز الوجدان لمن يفقه يحذر النبي صلى الله عليه و سلم من أن توقع العداوة بين الناس في العلاقات الاجتماعية و لا سيما بين المرأة و زوجها فيقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها أي ليس على طريقتنا و سنتنا من أفسد أو وشى أو حكى لمرأة بحيث يزين لها عداوة الزوج بذكر مساوئه أو يذكر لها محاسن آخر لتقارن بين هذا و ذاك من حيث التعامل ليس منا من خبب امرأة على زوجها و هذا الفعل كما وصف في الكتاب العزيز هو فعل السحرة و ما يندرج تحت الوشاية و النميمة و الإفساد بين الناس كله منهي عنه و لا يجوز و لا يتوقف التحريش عند هذه الصورة فحسب بل يطول أهل العلم فيحاول قوم أن يفتنوا بينهم قال فلان عنك كذا و أفتى فلان كذا و أنت المقصود بمنشوره كذا و هكذا و ينتقل القوم من التلميح إلى التصريح حتى تشتعل المنصات و المواقع بين هذا و ذاك و جزء لا يستهان به من الجمهور يصفق مع الأسف على الجميع يكون واعيا و لا سيما أهل العلم في ضرورة استحضار التبين و التأكد و ضرورة استحضار العفو و الصفح و الثبات على أدب الخلاف و الحياء من الله في تعيير فلان بكذا و كذا أو ترصد الأخطاء و الزلات و يقع التحريش ضد أهل الخير أحيانا و هذا لا يقل عن ذاك الذي سبقه فلو علم مثلا أن هناك تاجرا يبيع بثمن جيد يناسب الناس و يراعي هامش الربح الخفيف لرأيت ما رأيت و هو يتهم بكذا و كذا حتى ينصرف الناس عنه في محاولة لتشويه صورته أو لقاع بينه و بين ثقة الناس و هكذا تتعدد صور التحريش و الفتنة على النقيض تماما من إصلاح ذات البين و لفقه الإصلاح بين الناس سلوكيات ينبغي على المصلحين المخلصين الالتزام بها كما يذكر أهل العلم منها الانطلاق من حيث استشعار المصلح أنه يقوم بعمل يحبه الله بل و يأمر به و هذا يعينه أن يواجه ما سيعتريه من عقبات أمامه و منها التحلي بالحلم و سعة الصدر حتى و إن تعرض للتجريح أو الإساءة لأنه يصلح بين قوم فيهم خصومة و نزاع و توتر و انفعال فلا بد له من أن يراعي ذلك و يضع لنفسه أدوات تصبره و تعينه و مما تجب مراعاته جدا أن يلتزم المصلح بحفظ الأسرار و أن يكون كتوما أمينا على ما يسمع و على ما يرى و من أهم ما يعينه هو أن يكون من أهل الوعي و المعرفة و العلم و أن يكون صاحب تجربة حياتية يختلط بالناس و يعرف كيف يتعامل معهم فالانخراط في بطون الكتب فقط لا يغني عن مخالطة الناس و معاشرتهم و بناء الجسور الاجتماعية معهم و لا بد له من أن يبحث عن الإنصاف بين القوم و العدل المنشود الله تعالى قال في آية الإصلاح فأصلحوا بينهما بالعدل و أقصطوا إن الله يحب المقصطين شتان بين من يبني و بين من يهدم و بين من يصلح و بين من يفسد و بين من يعدل و بين من يظلم و بين أهل الخير و بين أهل الشر إن المكارم كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين تعظيم أمر الله جل جلاله و السعي في إصلاح ذات البين والحمد لله رب العالمين